أصيب شرطيان إسرائيليان في عملية طعن بحي رأس العمود في القدس المحتلة وقال بيان للشرطة الإسرائيلية إن قوات كبيرة من الشرطة تجري عمليات تمشيط في المنطقة بعد هروب المشتبه به وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال أغلقت بابي العمود والزاهرة بالقدس ومنعت الفلسطينيين من الدخول والخروج من البلدة القديمة رغم أن موقع العملية في مكان آخر بحي رأس العمود بجنوب المدينة اشتركوا في القناة